عن شرح الشركة اليوم اللي احنا نحكي عن شرح الشركة كيفية عمل الشركة كيفية النيتورك شون يشتغل شون نسوي وما هي مميزات هاذي الشركة وهاي النيتورك او الشبكة ان شاء الله هاي اول محاضرة وبعدهاي نشرح الايام القادمة نشرح استراتيجي الشركة و تدريبات عن الشركة احنا لدينا البيسترويد بيسترويد هو شركة ام لشركة بيستكوين اليوم نحن نتكلم عليه بيستوين طبعا هو ادى ديسكلايما او خلينجون بيستريد بشكل عام ادى ديسكلايما او خلينجون ادى مقدمة اروض الشركة او قوانين الشركة الخاص بالمنتسبين او اللي يعملون بالشركة ككل الشركات الشركة ادى ثلاث مكاتب رسمية بالبريطانيا بالبيرمنجهام وبالاستونيا وبالامارات طبعا الامارات خاص بالشرق الاوسط والاستونيا وبريطانيا خاص بالاوروبا يعني احنا تابعين لمكتب الاماراتي هاي الشركة قسم ادارة الشركة مبني على هاي الاشخاص اللي هو ريحان جوهر وبربريت وريسون جوهر وغراهام بيترسون وإلى آخرهن دكتور أرسلاني هو ماستر دي سيوبيت احنا من نتكلم عن الكون او عن العملة لو نرجع عالالتاريخ نشوف التاريخ تداول بين الناس او دعونا نقول استعمال الفلوس جاي من على مرة التاريخ تغيرت اول مرة كان عدنى مثلا تبادل الاشياء او ما نسميها مقايضة كانت المقايضة بعدين اجت الذهب الناس كانوا يشتغلون بالذهب مثلا واحد يشتري بدل الفلوس او بدل ما ينطي حيوان او حبيبات او ايشي يبدله لا كان ينطي الذهب الذهب كان على شكل عملات معدنية كانوا يبدلون يعني مو كان بس الذهب كان اكو فضة و هاي شغلات همينة بعدين اجت خلل نقول فلوس الورقية كادينار دولار يورو او فلوس الورقية بعدين اجت بلاستي كارت بلاستي كارت تقريبا هو نفس الشغل نسميها بعدين اجت اجت بيزا كارت مستر كارت و هاي انواع اجت بعدين اجت انواع انواع اجت بعدين اجت انواع 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 اجت يعني كويف ماني و هاي وملحقاته كان اجت و كانوا الناس يعني ما يستخدمون كاش او اوراق نقدية و حتى الماستر كارت و فيزا كارت يعني ما يستخدمون اجت يعني التطورات اجت ويب ماني او 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 ما يسمونها ويب ماني مثلا اجت كل ارقام مشفرة واحد يتزلغ بدون ما عنده ما يستخدم فلوس او ما يستخدم كروت بلاستيكية بعدين اجانا كريبتو كورنسي او املاة المشفرة اللي بدت سنة 2008 وبعدين البيتكوين اول واحد شان بدت من سنة 2008 بعدين 2009 بدت انتشرت يعني قاموا بالتعويم بتعويمه سنة 2009 ومن ذاك الوقت طلعت اولاف انواع الكريبتو كورنسيات او املاة المشفرة لو نبعا نشوف نرجع قبل نشوف من 2008 من بدت بيتكوين داك الوقت كان صفر اكستين ثلاثة سنت يعني بعدين نشوف مثلا 2010 صار 10 سنت 2011 صار دولار 2012 اش دولار بعدين 100 دولار 500 دولار صار لحد ما وصلت اكبر جسمه هو بال2018 بدت تقريبا 19 وشوية 1000 دولار بس بعدين نزلت اخير السنة وصلت ستعاش سنة ستعاش ألف والهسه نشوف صحيح هسه 8000 وشوية بس تقريبا هو المعدل ما بتب هاي السنة تقريبا 10.000 دولار نشوف يعني هو بدت من تقريبا من السفر بدت مو من السفر بس عند ذاك الوقت تقريبا 300 بيتكوين كان بدولار واحد خلال السنة صار 10 سنتات يعني نشوف هسه هو 10 سنتات قليل بس نشوف الفرق مالتا كل شو هاي يعني لو واحد سنة 2010 لو نقول يعني باع مشتريها يعني لو منطي 100 دولار نشوف هسه شقد صارت الفلوس مالتا كل شو هاي مو هسه نشوف يعني حتى لو 2012 13 14 15 شو إذا كان ضامة وباقية نشوف مو هسه طبعا حسه عدنا آلاف تقريبا عدنا خمسة آلاف كريبتو كورنسي عدنا و عملة مشفرة بس نشوف أحسن واحد منهم أو الطوب مالتهم منهم مثلا نشوف إثريوم، باينانس كوين، لايت كوين، مونيرو، زيت كاش أو إذا ننزل بهن يعني لو نشوف عشر الأولاني فهذا شي غريب ورهيب شون جاي مثلا نشوف إثريوم ألفين وستاعش كان سبتة وثمانية سنة نشوف ألفين و ساعة عشر ووصلت مئة واربعين دولار مثلا الباينانس كوين بدأت من سبعين سنة هسه صار سبع عشر دولار لايت كوين، نفس الشي، مونيرو، زيت كاش هاي شون ما يعني لو هسه نروح نباو على كوين ماركت كال نشوف به عملات افتراضية غريبة كل شو هاي بس نشوف السعر مالتا يعني نشوف جاي من سنت، سنتين، عشر، عشر سنت، ثلاثين سنت هسه صار، السعر مالتا صاعد تقريبا خمسة آلاف، ستة آلاف مرة بقدر السعر الأولا طبعا البيس كوين هو أحد منتجات بيسترويد بيس كوين يقول مثلا يقول هنا أملأ افتراضية غريبة يعني عجيب يعني فاتشي رهيب، شون رهيب؟ هسه منسة العيدات الجاية نشوف شون هاي فاتشي رهيب هاي مستخدم ايكو سيستم مستخدم ايكو سيستم، ايكو سيستم يعني شنو؟ يعني هو يقوم بتدوران، يعني سيركل مالتا، يعني تدوير الأملة هو يمسويها الشركة عن طريق شنو؟ عن طريق المنتجات اللي عنده هو مثل الإي باي الشهر التاسع يعلن عنه، الإي باي شنو؟ إي باي الأول بنك كريبتو، يعني أول بنك العملات المشفرة يعني تقدر أنت تنطي تبدل، أو تبدل العملات الورقية أو دولار و يورو أو أي شيء بالعملات الإفتراضية وبالعكس نفس الشيء يعني هاي السيستم، أنت هناك تقدر تشتغل بالبيس كوين مثلاً POS بيس ATM مثلاً بيس اكسشنج بيس مارت بيس تراول بيس جيمي بيس والت هاي كله يستخدم شنو يستخدم بيس كوين ليش هاي الاستخدامات؟ لأن السعر أو ارتفاع السعر أو قيمة عملة الإفتراضية خاصية واحدة يخليه يرتفع السعر مالته هاي الخاصية شنو؟ استخدامات يعني إجقد ما يكون الاستخدامات مالته قوية أو واسعة كثير نشوف السعر مالته يرتفعه هواية يعني هو من هاسة يحول يخليه يخليه استخداماته يعني مالته يزيد له استخدامات كما يكون الاستخدامات مالته كثير يرتفع السعر أكثر طبعا هاي كل واحد منا عده ويستخدامات خاصة وتعريفات خاصة إن شاء الله بالمستقبل كل ما نحتي عليه مثلا البيز والد مثلا الوالتات نحن ندري بس ماكو فتواليد نقول موجود بالأب ستور وغوغل بلاي همين هاي البيز والد انت تقدر تشتغل يعني يشتغل بالبسكوين يعني انت تقدر موجودة الضمبي او تخزن به اي كريبتو كورنسي تريد الحادثة تقريبا عشر اي داعش كريبتو كورنسي موجود به بس ان شاء الله بالمستقبل يزيد هاي مثلا انت عندك اي عملة افتراضية عندك رأسا تقدر تخلية تخزنها هنا هاي الشركة ميستفاد منها بس هاي كخدمة ليش؟ لان الوالت اهلها مثلا اي ارى الموجود بل جوجل بلاي بس ما موجود بلبستور مثلا على جوجل كان على أبستور او م response عuning واستفاد داخل، مثلا لا horns انها بلبلكشين مثلا الوالت مع البلكرشين حاش اكثر استخدامات بس نشوف بال؛بستور ما يشتغل مثلا تنزلها مرة مرتين وبعدين ما يشتغل الولايه وبعدين تنزلها أدى هذه المشاكل لكن الفيزيواليات لا أدى هذه المشاكل حتى يعمل كل ما يعمل يعني إذا شخص يريد يستخدمها يذهب إلى الـ App Store ويستطيع أن ينزلها لكن لا تنسوا من الذي تنزلون أعطيها نجمة خمس نجمات أعطيها يعني هذا كل شيء رهيب مثلا نأتي على Biz Exchange الشركة هو فاتح Exchange يعني 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 أنت تقدر رأسا من الناب تشتري وتبيع مثلا Biz Coins Coin Ethereum IOS Bitcoin أي شيء تريد تتعامل به مثلا اليوم أنت تتصور البيتكوين يرتفع أنت تشتري بيتكوين ما تشتري بالبيتكوين ما تشتري تشتري تحليل أو تسمع أو تعرف أو تشوف تشارط ما تشتري 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 أكثر ما تشتري يعني اللي بالدرجة ثانية هم أدى ونشوف هاي بيز اي تي ام مثلا هاي الشركة بيستريت ريحان قوها هو شوف يسحب الفلوس من الاتي ام البيس كوين حسنا موجود يوجد في البريطانيا وإن شاء الله بالمستقبل بالدول الأخرى هم يصير يكون موجود وإن شاء الله أي واحد يريد يقدر هناك يبدل البيس كوين أو اثيريون بيتكوين اي شيء يحول الكاش أو بالعكس هم يقدر يسوي مثلا بيسترافل عندنا البيسترافل الحد اليوم مثلا من سبعة ثلاثة الحد اليوم تقريبا قبل شهر وصل تقريبا خلال شهر واحد اتفقوا ويا 450 شركات الطيران ويا 5000 هوتيل يعملون بالبيس كوين 100% يعني انت تقدر هسه من الخطوط الجوية العراقية مثلا موجود طبعا بالبيس كوين تقدر هناك رأسا بالبيسترافل موجود السايت مالتا بالبيسترافل البيسترافل منك رأسا تقدر تحجز البيسترافل من الخطوط الجوية 100% بالبيسترافل مثلا احنا هسه عندنا الشهر التاسع عندنا مثلا حدث بال باكو انت هسه تقدر من هسه تقدر تاخد تشتري البيسترافل وتقدر هناك بالباكو بالهوتيل هم تقدر تحجز بالبيسترافل عندنا بسمارت بسمارت طبعا نشوف فاتشي كلش رهيب نشوف مثلا بسمارت 100% بالبيسترافل يعني انت بالابستور امازون اديدا اتش ام والمارت دومينوس اي بي مثلا انجربيون نايك هولو نتفلكس اوبر طبعا كلش بعد كلش هوايه اكو يعني الماركات العالمية كلها يستقبل بيسكوين وتقدر مئة بالمئة تشتري ايش يتريد بالبيتكوين بيسكوين نحن على البيسترافل 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 ايش رحيب انت تقدر هاي الشركات اللي او محلات او ماركتات او سوبر ماركتات او ايش بمكان من يستقبل البيستكوين انت رأسا تقدر من خلال الموبايل مالتك اذا ايفون او سامسونج يعني او جوجل بلاي او بالاب موجود تنزل البيسترافل تنزل البيسترافل و منك رأسا من الموبايل مالك تقدر رأسا تحوله فلوس وتشتري او تنطي فلوس الخدمات اللي انت تريد تدفعها او تريد تشتري يعني فهذا نظام تسويقي كلش رهيب و هسا موجود و يشتغل مثلا بالبريطانيا امريكا هسا بعد يشتغل اكو مكانته مثلا كوينكسون يعني قريبا مثلا يجينا بيس جيمين بيس جيمين انت تلقاب من تلقاب تقدر تربح البيستكوين من تجيب واحد تقدر تربح طبعا البرزنتيش ما لتبعه ما طالع بس من يطلع نشوف ان شاء الله فتشي كلش رهيب و كلش راقي و ان شاء الله نستفاد منه هاي النظام جديد يعني انت تقدر تلعب يعني صحيح انت تلعب تخسر الوقت بس انت تستفاد وتقدر تربح البيستكوين البيستكوين كريبتو بنك اي باي هاي الكريبتو بنك اللي يساونا مثلا يقول نكس جنوريشن بانكين فو ثري بيليون بانكين 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 مثلا احنا خلينا نقول بالعراق مثلا احنا نظام البنكي ما عندنا مثلا هاي نظام البنك نظام البنكي ما عندنا مثلا بس اكو الدول اللوخ مثلا تقريبا حسب الاحصائيات ثلاث مليارات ناس طبعا معتهم بنك وما يستخدمون كريوتو البنكية او ويب موني او يعني خدمات البنك معتهم مثلا هاي يفيدهم يقدرون يستفادون من هاي البنك هو بس يحتاج فت موبايل سمارتفون يعني 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 بس الموبايل الذكي يريد بعد يقدر كل شغلات البنك يسوي من خلالها وان شاء الله طبعا فت هاي السيستم نظيف و راقي و سهل استخدام طبعا الشركة شون يستفاد مثلا الشركة شون يستفاد من ينطي هاي أرباح شون يستفاد مثلا هسا نيجي على ما مثلا الشركة شون يستفاد مثلا يستفاد من arbitrage crypto trading مثلا طبعا احنا بالتداول لدينا استراتيجيات هواية بس البنوكة تشبيرة هاتهم في استراتيجية اي اي يسموها او يسموها arbitrage trading R يسموها هاي arbitrage مثلا يشتري يشتري بالامريكا من يفتح سوق الأمريكا يشتري دولار مثلا رأسا يبيع من يفتح مثلا الأوروبا الدولار مثلا رخيص بس يفتح بالامريكا بس بالأوروبا مثلا فرق صغير هاي الفروقات يأكل بس يريد مبالغ كبيرة هاي البنوك او الهج فانات يعني الشركات التمويلة كبيرة يشتغلون على هاي استراتيجية هاي استراتيجية يشتغل به عن طريق منه؟ عن طريق الذكاء الصناعي ومن طريق الطريقة ثانية اللي يستفاد منه هو من فوركس تريدي احنا ادنا قسم فوركس تريدي هاي هم بال فوركس يشتغل بس الشغل عادي يسوي مو بالطريقة وهم نفس الشيء من خلال اي اي او ذكاء الصناعي يشتغل اسفل وانا بيس اكسجنج ويستفاد الشركة يستفاد من بيس اكسجنج همنا يعني انت هنا من بيس اكسجنج من انت انت من التدعول او تشتغل ياخذ منك السبريد يعني فرق 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 أسعار ياخذ منك مثلاً البيع والشراء يوجد فرق بينهم مثلاً نحن لدينا دولار في الدينار مثلاً يقول هذا 100 دولار بيش يقولك 124 ألف يقول له أشتري يقول 125 هذه الألف يسميها سبري أو فرق السعر فرق السعر الشراء وبيع الشركة يستفاد منها يهمنا طبعاً هو يستفاد من بيزمارت بيسترافل كله يستفاد مننا من يستفاد الشركة طبعاً احنا هم نستفاد الشركة يعني هاي من هاي المكانات أو من هاي الشغلات يجي الربح طبعاً البيس كوين عاني بالشي اسمه بالدبي كانت معزوم عند سيبو هناك من حتالي على بيسترافل رأساً قلت له قلتها مثل المسيح يعني من ولدت رأساً خلق فاتماتيزة يعني بصراحة نفس الشيء سوى مثلاً كوين ما كفت كوين خلال شهر يدخل كوين ماركت كاب هاي دخل بعدين ما وصل شهرين يدخل كوين جيكو نفس الشيء من خلال شينو من خلال ثانية ثالثة يعني الحدثة صلى تقريباً خمسة شور ستة شور ما نازل الردبة الخامسة يعني من الردبة الثالث واحد ثاني واحد ثاني ثالث يعني واحد من أكبر منصات بالعالم رأساً دخل هناك مثلاً والدخل طبعاً ثلاثة لخة منه بس هاي باقي يعلنون عنه مثلاً انت استعلم البيس كوين شون تعرفها ما عدا اللي انت تشوفها بالحساب مالتك بهاي المناطق مثلاً وبيس.exchange تقدر بيس كوين.com أو بلاكسي.com أو بالكوين جيكو أو كوين ماركتكب بهاي المنصات تقدر تباو على و تشوفها البيس كوين ينبع ك ما يسمى كباكيجات أو كباقات ينبع ما عدا اللي مثلاً بالوالدات أو بال ماركات ينبع بس كواحد يشتغل بالبيس كوين كنتورك ماركتين كنتورك ماركتين لازم يشتري واحد من هاي الباقات الباقات من قسمها على أربعة أقصام القسم الأول ستارترات ستارتر و برو ستارتر يسمونه هاي طبعاً أنت من تشتري ما عدا أنت تربح من الناتورك الشركة هم يتداول بهذه العملة يتداول بالباقات التي تشتريه مثلاً أبو خمسين يورو أدنى و ألف مئة يورو أدنى الخمسة أيام بالإزمو هو يتداول به يمكن ينطيك مثلاً أزياد شيء يعني أبو يعني ماكس ينطيك 0.4% لكن طبعاً إذا أبو خمسة مئة أو ألف ينطيك 0.6% طبعاً هاي كماكس بس كمعدل لا تقريباً هنا تقريباً ينطيك 3 أربعة بالمئة لحتى الساعة التي ترى تقريباً ينطيك 2.5% ومن طيب حتى الآن بالمستقبل يزيد ينقص هاي ما نعرف خمسة آلاف و عشرة آلاف بالمستقبل ينطيك 0.8% يومياً طبعاً خمسة أيام بالأسبوع لأن أنت ثبت و أحد ما عندنا تداول ما يشتغل بس أدنا في اي بي الفي اي بي ينطينا واحد بالمئة يومياً طبعاً منتج تريفات باقة و عشرة يوروات يأخذ منك تسجيل الباقة طبعاً هاي خمسة أيام بالأسبوع ينطيك بس أنت من تشتغل يعني يجيك مثلاً تشتغل بالنيوتورك مالتين لا سبعة أيام عادي و 24 ساعة يشتغل يعني أنت من يجي لك بايناري أو دايركت أو أي شيء من يجي لك رأساً يجي لك يجي لك يعني ما ينتظر السبت و أحد كمثال على الباكيجات بس كوين مثلاً نحن حسناً لو نشتغل الباكيج بخمسة آلاف يورو هاي الخمسة آلاف ما ينطينا لو كل بس كوين اليوم خلي نقول بخمسين سنت يعني نصف يورو أنت من تشتغل الباقة بخمسة آلاف ما ينطيك؟ ينطيك عشرة آلاف بس كوين أنت خلال هاي السنة أنت لحد السنة ما تقدر اترجع الفلوس مالتك الفلوس مالتك هاي خمسة آلاف أي باكيج عدى في آي بي اللي في آي بي سنة و نص خلي نقول يسموها ثنين وسبعين اسبوع بس خمسة عشرة آلاف وال ما دون ثنين وخمسين اسبوع أنت ما تقدر تسحب الفلوس مالتك هاي خلي نقول هاي 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 يومية يداول مثلا أنت خلال هاي السنة أنت إذا حتى لو ما تشتخل بالنتورك من مالتك أنت خمسة آيام بالاسبوع ينطيك ربح خلال هاي خلال هاي 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 يورو خلي نقول واحد يورو مثلا نحن سبع ثلاثة بدنا اليوم وصلت هو من 20 سنة بدت اليوم وصلت 40 سنة مثلا خلال هاي الشهرين شوية شهرين تقريبا صعدت 98% يعني بعد يورو يوصل 100% يعني يوصل 40 سنة مثلا خلال شهرين جاي يصعد 100% يعني وصل 80 سنة لو هاي نحسبه على الأقل بعد سنة لو يوصل يورو واحد هاي هاي كيف حدث احنا كان عدنا 20 صار عدنا 20 ألف احنا عدنا عشرة ألاف والربح حمالته عشرة ألاف خلال السنة كيف حدث 20 ألف لو هاي 20 ألف انبيعه بيورو واحد وصل 20 ألف يورو وطبعا اذا انت مشتغل بالبنية تورك و جايلك هاي طبعا هاي يزداد ما تستفع يعني يعني دعني نقول اذا وصل خمسة يورو انت الربح مالتك صار يوصل 100 ألف مثلا هاي طبعا كافتراضية يعني يمكن يوصل ثلاثة يوروات أو أربعة أو خمسة أو يمكن يوصل سبعة أو عشرة ما نعرف بس هاي كافتراضية نشوف هاي انت يصر عندك 20 ألف بيسكوين هاي 20 ألف إذا صار ثلاثة يوروات انت 60 ألف يعني 6 شدات أو يوصل خمسة انت 100 ألف وصل 10 إن شاء الله انت تصل على 200 ألف يورو نحن نحن الربح مع البيسكوين أدى ست طرق لمال الربح يعني أدى ست أنواع الربح مثلا الربح الأولاني المباشر يعني المباشر الثاني التيم بونوس يعني الربح الفريق الثالث الثالث واحد بونوس يعني هاي الأجيال الرابع واحد الرينول يعني تجديد مثلا أنا جاني أحمد على يميني اشتري باقة أبو الخمسة ألاف هاي الأبو الخمسة ألاف إذا وصل الربح مالته أربعة أضعاف لازم يجدد الباقة مثلا بالربح يوصل 20 ألف يورو لازم يجدد الباقة وإلا الباقة مالته ما يشتغل يعني ما يجي لالدائريكت والبونوسات كل شيء ما يجي لها لازم يجدد من يجدد هاي نسميها تجديد أو أو مثلا اشتري باقة وجاني أول مرة وسجلوا بدوا وجاني الديريكت مالته والبيناري مالته والماتشين مالته إجاني نفس الشي يجي لي مثلا هاي الثلاث خاصيات من يجدد يرجع لي خامس واحد خامس واحد إسكرووالت إسكرووالت لدينا مثلا قلنا ما مثلا إجاني أنا إجاني عشر تالاف بيسكوين أنا ما أريد أبيعه أريد أضم أشهيلة سنتجة أخلي بالإسكرووالت يعني أنا ذاك الوقت لم يجي لي أرباح أشهر تالاف بيسكوين إجاني أنا عندي ثلاث خيارات مثلا لو أبيعه أحول اليورو أستخدم فلوسماته لو أشتري بي باقة وأخليه بفات مكان يداول أو شا سوي أشيلة أخليه 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 مثلا بدأ الهاي الشركة قال ما قال إذا أنت تنطيني أنا أشتغل بي أنت معك أنا أخسر أستفاد أنت معك أنا خمسين بالمئة ربح أمطيك مثلا عشر تالاف أمطيها أخليها بالإسكرووالت هو الرأس يحاول خمسة ألف بيسكوين ينطيني بعد السنة أنا أسحبه أبيعه ما أقوم بي هذا يعمل إذا أجدد هذا يعمل سادسة ريوارد ريوارد هذه امتيازات الشركة الشركة ينطيني نحن نحن مثلا الأرباح ما الـ يأتي 10% يعني أي شخص يأتي يسجل يأتي 10% لا تأتي لا تأتي ثاني واحد الـ لكن الـ هذا الـ مقسوم على الباقات مثلا كان لدينا الباقات ستارتر و بيسنس وبعدين تريدر مثلا الباقات 50 و 100 يورو في الـ بونس تأتي 8% بالباقات تأتي 9% بالترويدر و vip تأتي 10% نرى هنا منطيني الشرح ما تأتي الـ بونس ما تأتي الـ بونس 10% أو 8% من الذراع ضعيف مثلا هذه الذراع 10,000 هذه 5,000 أنا 10% من 5,000 آخر هذه يمكن أن تعرفون مثلا هذه 10,000 يورو هذه 5,000 هذه 1,000 هذه 4,000 هذه 20,000 و مثلا هذه 1,000 هذه 8,000 10,000 8,000 9% 10% من الذراع الضعيف وينقص منا مثلا هذه 8,000 هذه 10,000 منطيني 10% هذه 2,000 هنا من يجيني بعد 2,000 هذه 0 وينطيني 10% من هذه الفريق همنا ثالث واحد بونس عندنا هنا تستفاد من أجيال الثاني جيل الأول وجيل الثاني الجيل الأول تأخذ 10% طبعا 10% ولكن هنا نرى شيء يقول يجب أن 1500 أو 1500 لا يأخذ بونس يجب أن لدينا أكبر من هذا يعني 5000 10,000 و مثلا هذا أخذ 1000 من أخذ 1000 نأخذ من ما نأخذ 5% يعني نأخذ 50 يورو وهي هم 50 وهي هم 50 وهي 10 يعني هاي جيل الأولاني أو جيل الأول 10% جيل الثاني 5% يجينا الرينا البونس من يجينا الرينا البونس يعني التجديد أي واحد مالتنا جيل الأول ثاني أي واحد حتى لو 100 1000 رأسا الديريق بونس والتيم 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 ويجدد ايضا رابعة يعني ما لا نهاية ما هو ريوانا مثل ريالي ورنشن الشركة يجب أن يكون جائزة أو هدية يصل إلى هذه المرتبة و ينطيها هذه الهدايا مثلاً، هذا ما هو حسب النقطات أو حسب النقطات النقطات، 50 يورو من الجانب الأيسر، يجب أن يكون 50 على أيسر يعني اليمين و اليسار في شهر واحد، خلال شهر واحد مثلاً، أنا هنا سجل خمسة ألاف على يميني بعدين على يساري جاني خمسة ألاف أنا أحصل على عشر نقاط، مثلاً خمسين نقطة أخذ من هاي، ألف نقطة أخذ من تاك يعني، ما هي خلال شهر واحد؟ مثلاً، هذا الشهر يأتي على هاي الطرف عندك مئة ألف من على هاي الطرف يأتي لك مئة ألف، أنت ما تأخذ كل شيء النقاط ما تأخذ، البانياري، ما هي كلها تأخذها، بس النقاط كنقاط لا، ما تأخذها لازم خلال شهر واحد يأتي لك، خمسين على يساري أو يمين، وبالعكس يعني لازم على ذراعين، بهاي الشهر يأتي خمسين يورو، يعني كل خمسين يورو نقطة واحدة الردبة الأولى ينطيك تيمليدر، ينطيك فاتباج مالباستريك هاي فضي ثاني واحد، تحصل على أربعمائة بوينت ينطيك واحد ذهبي ثالث واحد ينطيك النجمة، إذا أنت حصلت على تسائمائة نقطة الردبة الأولى ينطيك هاي الباتج وبيفة نقيم طبعا ينطيك مثلا انت حسن اليوم تحصل هاي الشهر او شهر الجاي تحصل على هاي الردبة هم ينطيك تيكت ما للطيران على هاي الإفنت اللي جاي مثلا انت في السنة جاي، وين ما يكون الإفنت ينطيك تيكت يعني ينطيك يرجع لك فلوس مع التيكت وهناك بالهوتيل أبو الخمس نجمات وهناك بالإفنت يخليك على كراسي مع الفي آي بي وهناك من يكون اجتماع مع الليدرشيب ويالرؤساء رئيس الشركة ورئيس التنفيذي أنت هم يجيك، يعني تقدر تروح و يعني عندك فتقعدة خاصة ويا جماعة الشركة أو أصحاب الشركة همين رابع واحد، إذا أنت تحصل على أربعة و خمسمائة بوينت مثلا تحصل على خمسة عشر ألف يورو أو ينطيك هاي السيارة، طبعا إذا أنت بالأوروبا ينطيك وإلا لا نجي على خمسة و أحد، رجنال بريزندنت إذا تحصل على ساعة هلاف كوينت طبعا إحنا بالفريق نالحد هسا أربع سيارات من هاي ما أخذين الفريق معلتنا، وسيارتين من هاي ما أخذين ثلاثين ألف رجنال بريزندنت يعني إحنا هسا عدنا بس عاني رجنال بريزندنت بس مستر أعزاد ما أخذ هاي وصعد الردبة الثانية همينة يعني حصلنا، يعني هاي موفات شي صعب التاركتات مالتهم شوية سهل مثلا إذا أنت تحصل على واحد وعشرين ألف بوينت لو ينطوك ثمانين ألف يورو وتحصل على سيارة بوش طبعا بالفريق معلتنا أكو الحمدلله من هاي ثلاثة اللي جايب بالعالم واحد من جمعات بس هاي بريزندنت هاي ستين ألف بوينت الحدثة محد مواصل هاي الردبة وإن شاء الله يوصل نشوف الإسكراوالت إسكراوالت مثل ما قلنا أنت تخلي مثلا البسكوينات اللي عندك تريد الضمة ينطيك ربح خمسين بالمية من البسكوين مثلا أنت تخلي ميت بسكوين ينطيك خمس مية وخمسين بسكوين بس ما قلت خلال ثلاثمية وخمسة بسكوين يوم بعدين أنت تقدر ترجع ما قلنا ما قلنا ما قلنا ما قلنا لدينا الضموضة يعني أنت عندك يعني الشركة جماعة الشركة موجودين وياك مثلا يوميا أتهم ويبنار مثلا تدريبات المال سيستم أتهم يعني الشخصين إذا تريد أن تخفض مشكلة فاتشي يقدرون يسوي لك يعني أتهم مساعدات هوايا هاي كلهم تقدر تحصل عليه شكرا للكم إن شاء الله مستفادين هني انتهت شكرا لك أستاذ غالي السؤال يرفع ايده ويفتحه لمايك وانا بالخدمة شكرا لك أستاذ غالي شكرا لك أعطيناك وقتك إخوان إخوات أي واحد أدئة سؤالkea 上 ثلائد فضل إخوان إخوات إخوات أي واحد أدي استوار ثلاث